لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن كنا قد أنجزنا في الحصة الأولى تمارين صفحة 5 الآن سوف نحاول أن ننجز تمارين صفحة 6 من كتاب مرشدي في النشاط العلمي للسنة الرابعة إذن في الحصة الثانية إذن بالنسبة للتمارين الأول والذي يدخل دائما نمال ديج من أنشطة الدعم الويقائي والمعالجة أي تقويم التشخيص إذن أضع سطرا تحت الأجزاء الرئيسية للنبتة إذن الأجزاء الرئيسية للنبتة كما نعلم هي الجذور والساق والأوراق إذن هذه هي الأجزاء الرئيسية في النبتة إذن هذه الأجزاء تعتبر أجزاء رئيسية في النبتة كذلك بالنسبة للتمارين لسؤال أرتب مراحل نمو النبتة من 1 إلى 4 إذن المرحلة الأولى لنمو النبتة وهي نمو الجذور إذن أول شيء وهو نمو الجذور يليه بعد ذلك المرحلة الثانية وهي مرحلة تكون أو تشكل الساق مرحلة تشكل الساق الجذور يليه بعد ذلك مرحلة تشكل الساق ثم بعد ذلك مرحلة تشكل الأوراق تشكل الأوراق وأخيرا تشكل الأزهر إذن المراحل التي تمر منها النبتة وهي نمو جذورها ثم بعد ذلك تشكل ساقها ثم بعد ذلك تشكل الأوراق وأخيرا تشكل الأزهر إذن هذه هي المراحل التي تمر منها النبتة في نموها إذن بالنسبة للتمرين الثاني أذكر الحاسة والأعضاء المستعملة لاستياد الفاريسة إذن لدينا ثلاثة صور صورة الأولى للكلب وصورة الثانية للسقر وصورة الثالثة للخفاش ونحن نعلم أن الكلب يتميز بأنيابه وكذلك الخفاش يتميز بمخالبه والسقر يتميز بمنقاره يتميز بمنقاره إذن وكل حيوان يستعمل حاسة معينة لاستياد فاريسته فالكلب لديه أنياب ويستعمل حاسة الشم إذن الكلب يعتمد على حاسة الشم في حين أن السقر يعتمد على حاسة البصر فهو يرى من مسافات بعيدة ويستعمل منقاره لاستياد فاريسته وأخيرا الخفاش يعتمد على مخالبه ويعتمد على حاسة السمع فهو نجده في غاء في الليل لهذا فهو يستعمل حاسة السمع عفوا حاسة السمع لاستياد فاريسه ويعتمد على مخالبه بالنسبة للتمرين الثالث أربط بخط كل مادة من المواد التالية بحالتها إذن لدينا حالة المادات على ثلاثة حالات إما سائلة أو صلبة أو غازية إما صلبة سائلة أو غازية إذن هذه الحالات الثلاثة للمادة لدينا ثلاثة مواد هنا قطعة خشب بخار الماء وحليب إذن فبالنسبة للقطعة خشب فهي حالتها حالة صلبة إذن قد نربطها مع الحالة الصلبة ثم بعد ذلك بخار الماء إذن بخار الماء فهو في الحالة الغازية على شكل بخار إذن فهو في الحالة الغازية وأخيرا الحليب إذن في الحالة السائلة إذن هذه ثلاثة حالات للمادة إذن المادة لا تخرج عن هذه الحالات الثلاثة صلبة سائلة أو غازية إذن كل مادة على سطح العرض فهي إما صلبة أو سائلة أو غازية إذن بالنسبة للتمرين الرابع أحيط بالعبارة الصحيحة بالدائرة إذن تنتقل الأجسام المتحركة من مكان إلى آخر إذن الأجسام التي تتحرك من مكان إلى آخر فهي أجسام متحركة كذلك تحت تأثير تدفق المياه هل تدور أم تتوقف إذن تدور النعورة إذن تحت تأثير تدفق المياه تدور النعورة إذن يطبق النابض قوة جذبين لما يكون هل منضغطاً أم جدوداً إذن إذا ما يكون منضغطاً يطبق قوة جذبين إذن تجاه حركات الكرة تحت تأثير المضرب إذن هل يتغير الاتجاه أم لا تكون جاية عندنا الكرة تنضربها بالمضرب إذن تجاه هذه الكرة يتغير تحت تأثير المضرب يتغير تحت تأثير المضرب إذن بالنسبة للتمرين 5 أضع علامة على المادة التي يجذبها المغناطيس إذن المغناطيس يجذب المصامير إذن لا يجذب قلم الرصاص ولا يجذب مسترة بلاستيكية إذن المغناطيس يجذب المصامير إذن بالنسبة للتمرين 6 أصل بسهم إذن عندي موصل أو عازل إذن هذه بعض المواد هل هي موصلة أم عازلة إذن بالنسبة للسلك المحاسي فهو موصل لوحة خشبية عازل ورق الدفتر عازل مسترة عازل مقص حديدي موصل وأخيرا الرصاص عازل أخيرا أختار الجواب الصحيح إذن التضاريس تتغير باستمرار بفعل ماذا هل بفعل عوامل الحد والتعريه أم بفعل أنشطة الحيوانة إذن بفعل عوامل الحد والتعريه إذن تتكون المجموعة الشمسية من الشمس والأرض والقمر والكواكب الأخرى وأخيرا تدور كواكب المجموعة الشمسية حول الشمس ترجمة نانسي قنقر